ينضم إلينا من بيروت أمين قمورية الكاتب الصحفي أهل بك سيدي أبدأ معك من آخر تطورات سياسية وهي زيارة وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني إلى لبنان ولقائه مسؤولين لبنانيين في أي سياق تأتي هذه الزيارة وما الذي تتوقعه في هذه الظروف طبعا هذه الزيارة تأتي في إطار كل الحركة الديبلوماسية في اتجاه لبنان في الآونة الأخيرة وهي كيف يمكن تهدئة الجبهة اللبنانية لعدم توسع الحرب وتحولها إلى حرب أقليمية لسيما أن الجبهة اللبنانية تحولت إلى حرب حققية وباتت فعلا عامل مقلق للقيادة الإسرائيلية التي لديها مشكلة كبيرة مع المسوطنين الذين غادروا بيوتهم أكثر من نحو مائة ألف مستوطن يهودي تركوا هذه المستوطنات الشمالية اليوم هؤلاء عبء على الحكومة الإسرائيلية لا تعرف ماذا تفعل معهم وإذا ما قررت إعاداتهم الآن حتى ولو كان هناك هدنة في غزة ليس من المعروف ما إذا كانت هذه الحرب ستستمر أم لا فيما بعد فبالتالي كل المحاولات اليوم هي لإيجاد ضوابط وقيود من أجل تضمان التراجع حزب الله عن المنطقة السببية طيب بأي أدوات ما هي الأدوات الآن التي هي بيد الجانب الفرنسي بالجانب الفرنسي يقوم بدور الوساطة يقول أنكم إذا لم تتراجعوا هذه الحرب الحرب ستكون قاسية وستكون آتية لكن بالنسبة للحزب الله تحديدا هذه التهديدات ليست لها أي معنى بالنسبة لحزب الله أي تراجع اليوم قبل أن تتوقف الحرب في غزة هو تراجع مجاني فبالتالي إذا كنتم فعلا تريدون وقف الحرب في لبنان وضمانات أن لا يكون هناك تطورات أكثر تصعيدا على الجبهة اللبنانية فلابد من العمل على تهديئة الحرب في غزة ووقف الأدوان على غزة وبالتالي الفرنسيين يسعون إلى تطبيقات خاصة بالقرار 1701 بمعنى نشر قوة للجيش يعني أعطاء أدوار أكبر لقوات الطوارئ الدولية بمعنى تحويل هذه القوة إلى قوة شرطية وتراجع حزب الله إلى نحو 8 أو 9 كيلومترات إلى العمق الداخلي اللبناني طبعا كل هذه الشروط لا تجدي نفعا يعني طبعا اليوم عندما يعني مع التهويلات الإسرائيلية وهي تهويلات وتهديدات لم تتوقف منذ اللحظة الأولى لبدء الحرب يعني جلان في الأمس كان على الحدود اللبنانية سمعنا تصريحاته وهي نقطة تصريحات التي كان يقولها دائما لو كان فعلا هناك إمكانية لقيام بحرب واسعة على الجانب اللبناني لكانت فعلتها إسرائيل قبل فترة طويلة كلنا نعرف أن الولايات المتحدة حتى هذه اللحظة لا تحبت مثل هذه الحرب تدرك تماما مخاطرها وتدرك تماما أن مثل هذه الحرب قد لا تتوقف على الجبهة اللبنانية إنما قد تمتد إلى أماكن أخرى لثيما في ظل اشتعال الجبهة في باب المندب وما يجري في العراق وتوريا تزمن مع زيارة وزير الخارجية الفرنسية إلى لبنان زيارة يقوم بها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين وهي الخامسة للمنطقة هذه المرة هل تشبه المرات الماضية في زياراته وفي تحركات الأمريكية بنفس الأوراق ونفس الضغوط أم اختلف الأمر الآن؟ من المهم معرفة ما يجري بين الأمريكيين وبين الإسرائيليين لا شك أن هناك تباينات في الموقف بالنسبة للأمريكيين مهم بالنسبة لهم أن يكتابع الإسرائيليين ما يقومون به في غزة هم يؤيدونهم بالكامل في المعركة بدليل أنهم أسقطوا كل القرارات الدولية أسقطوا أي محاولة في مجلس الأمن لقيام وقت إطلاق النار هم يعني يريدون غزة ضعيفة للغاية لكن أما فيما يتعلق بالجانب الآخر وهو توسيع الحرب إلى ما هو أكبر هناك خلافات وتباينات في وجهات النظر بين الأمريكيين والإسرائيليين لم تعد خافية على أحد سمعنا مقالة بايدن عن نتنياهو نحن نؤيدكم في غزة لكن لا نستطيع أن نذهب إلى حرب كبيرة ويشعر الأمريكيون بأنهم يجرون جرا إلى حرب أوسع مما تريد الولايات المتحدة التدخل بها فبالتالي بانتظار ما سيأتي به بلينكين من الإسرائيل ممكن معرفة الاتجاهات وطبعا هناك زيارة قد تكون قريبة للمبوث الأمريكي الخاص أموسيكو أشتاين إلى لبنان وإسرائيل لنقل الرسائل الحقيقية فيما يتعلق بالتهديئة كل الأمر مرتبط بغزة إذا ما توقفت الحرب في غزة توقفت الحرب في لبنان إذا لم يتوقف العدوان على غزة كل الاحتمالات طبق قائمة وكل الكلام عدد ذلك لا يجدي نفعا لا أعتقد أن اللبنانيين بأي شكل من الأشكال يقبلون بأي تعديل بالقرار 1701 لا يقبلون بأي تعديل بأن يكون هناك تغيرات على القرار 1701 لا تطال الجانب الإسرائيلي 1701 يطال الجانبين إسرائيل هي من تنتهك 1701 لكن أيضا تعلم جيدا أن في حكومة نتنياهو المتطرفة أعضاء هذه الحكومة لا يريدون إبرامة أي صفقة لوقف هذه الحرب ولا يريدون إدخال مساعدات يهاجمون الإدارة الأمريكية أيضا لديك مثلا وزير الأمن القومي إتمار بن كفير الذي هاجم البيت الأبيض في مقابلة أجرها مع صحيفة وول سريت جورنال حيث قال على حكومة حيث قال أنه لو كان دونالد ترامب رئيسا لأمريكا كان سيقدم دعما أكبر لإسرائيل وهو ربما هذا التصريح كان متعمدا من بن كفير ليرفع مستوى التوتر بين واشنطن وإسرائيل يعني هؤلاء الأعضاء في حكومة نتنياهو وأيضا حتى نتنياهو هل سيكونون عثرة في طريق الولايات المتحدة لوقف هذه الحرب وأيضا لمنع اتساعها من الواضح أن الفوضى تعم القيادة الإسرائيلية ليس فقط العسكرية نمو أيضا السياسية في الجانب العسكري لم ينجحوا حتى الآن في إنجاز أي ما يمكن اعتباره إنجازا كبيرا لا على مستوى مسألة الأسرة ولا على مستوى السيطرة على قيادة حماس بالكامل أو إلقاء الفوضى على أي منهم على المستوى السياسي هناك تنقضات غريبة عجيبة يعني كل يوم نسمع تصريح باتجاه مختلف هناك الرؤوس الحامية مثل بنغفير وسموتريتش من جهة لا يقبلون بأي شكل من أشكال الصفقة أو أي وقف لإطلاق النار نرى في المقابل إزينكوت وغانت في المقابل يريدون نوع من الصفقة والتهدئة لإعادة الموقفين والمحتجزين لدى قيادة حماس نتنياهو حائرا في الوسط بين الطرفين من جهة لا يستطيع أن يخسر المتطرفين ومن جهة أخرى لا يستطيع أن يكون تحت وطبط من يسمونه بالمعتدلين يعرف تماما أن جانت سنتذره على الأبواب ويعرف أن مصيره بات على المحك فبالتالي هذه الخربطة الإسرائيلية هي التي تجعل الصورة ضبابية كثيرا حتى هذه اللحظة من الواضح أن هذه الخلافات تنعكس كثيرا على المفاوضات من أجل صفقة الأسرة وبالتالي تنعكس على كل المهمة السياسية الخاصة بوقف اتفاق على وقف اطلاق النار لا بل أكثر من ذلك قد يكون لها تأثيراتها الكبيرة على اليوم التالي لمبعد الحرب من هي الجهة التي ستتولى أمن القطاع وحكم القطاع كلها أسئلة من دون أجوبة سببها الرئيسي من دون شك هي الفوضى العارمة التي ضربت الكيان الإسرائيلي وهذا مؤشرات يجب البناء عليها في المستقبل هكذا دولة بهكذا فوضى يجب أن تكون مؤشرا للعالم من هذه هي يا غرب هذه هي الدولة التي تتكون عليها كثيرا هذه هي الدولة التي أوليتموها كل أمور الشرق الأوسط وتجعلونها الأداة للسيطرة الفوضى تعمها التخبط يعمها وبدأت فعلا بعد 7 أكتوبر أوهم من بيت العنكبوت يسودها الوهن ويسودها الضعف ولا تستطيع أن تفعل شيء إلا تجيل أرقام قياسية في القتل وفي الدمار حتى هذا القتل والدمار بدأ ينعكس سلبا على الإدارة الأمريكية رأينا قبل أيام كيف أن محكمة أمريكية أدانت الإدارة الأمريكية لأن في النهاية المرتكب ليس وحده هناك المحرض هناك المساعد هناك المنفذ إذا كانت إسرائيل هي المنفذ فأمريكا هي بشكل أو بآخر داعم ومؤيد ومسارد فبالتالي هي أيضا متهم طيب ما سقف الدعم الأمريكي وسقف جو بايدن لدعمه لإسرائيل وأيضا في موضوع الضغط على إبرامي صفقة طبعا بالنسبة اليوم لبايدن الهاجس الأساسي هو الانتخابات الأمريكية ولديه منافس شارس يعني عودة ترامب باتت محتملة كل ما يجري في منطقة الشرق الأوسط وكل ما يجري في العالم وكل ما يجري في الداخل الأمريكي بالنسبة لبايدن محوره الأساسي كيف ينعكس ذلك في صناديق الإقتراع هو يخشى أن تتفاقم الجرائم وتنعكس سلبا عليه يخشى أيضا من أن يكون أمام اللوبي اليهودي غير مدافع عن الإسرائيليين ويخشى من مزايدات ترامب في كل الاتجاهات واليوم مثلا بعد الضربات التي وجهتها الولايات المتحدة لبعض المواقع في العراق وسوريا حتى هذه الضربات اعتبرها ترامب أنها ضعيفة ولا تغير في الوقائع شيئا فهذا المخاض الانتخابي هو المؤثر الأول في السياسات الأمريكية في المنطقة حتما حتما ليس من مطلحة أمريكا اليوم حرب واسعة ليس من مطلحة أمريكا أيضا المزيد من الجرائم لكن أيضا أمريكا إن كان فيها ديمقراطي أو إن كان فيها جمهوري هي تريد لإسرائيل البقاء والحفاظ عليها كقوة مهيمة في المنطقة لكن لا أعلم إلى أي مدى فعلا هذه القوة باتت يمكن الرهان عليها كل ما يحصل في الفترة السابقة وحتى اليوم تؤشر إلى أن هذا الكيان لا يمكن الرقون إليه هذا الكيان لابد من إعادة النظر في كل سياساته أصلا هو لا يعمل في السياسة هو يعتمد فقط سياسة القوة والأمن وهذه السياسة هي التي أوصلتنا إلى 7 أكتوبر الماضي وهي ممكن أن تصلنا فيما بعد إلى ما هو أصعب من ذلك بكثير طيب هنا نيتنياهو لمن سيرضخ في الأخير للضغوط الأمريكية لإبرامي سفقة أم لتهديدات أعضاء حكومتي وعلى رأسهم بن كفير وسموتر إتش هاجس نيتنياهو الوحيد هو البقاء في السلطة هاجسه أن لا يذهب إلى السجن بعد انتهاء الحرب هذا هو الشيء الذي يسيطر على العقل نيتنياهو هو أراد استمرار الحرب كي يظهر أمام الإسرائيليين بأنه المدافع الأول عنهم بأنه هو من يستطيع أن يهزم كل أعدائهم فبالتالي لا يوجد مانع لديه من المديد من التدمير في غزة المديد من الخانق في الضفة لم يكن إذا كان هذا الشيء يفيده في بقائه لا يمانع أيضا بحرب ضد لبنان ضد إيران وضد الحوسي في اليمن وهو لذلك يحاول قدر الإمكان جر الأمريكي إلى معاركه هذا ما يسيطر على العقل نيتنياهو في النهاية هو سيحتو كل شيء بناء على المطلحة الشخصية ليس إلا أما مطلحة إسرائيل فأعتقد أنها في الباب الثاني بالنسبة لنيتنياهو ليس إلا نذهب إلى موضوع الأنروا ووقف وتعليق بعض الدول لتمويلها حيث دع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقات الدول المانحة للأنروا لإعادة النظر في موضوع وقف تمويل الوكالة كونه يشكل حاجة مليحة وضرورية لقضية كما ذكر وكما قال لقضية لم يخترها الفلسطينيون بل فرضت عليهم نعلم جيدا أن وقف التمويل على الأنروا سيد أمين ليس فقط سيؤثر لن يؤثر فقط على الفلسطينيين المتواجدين في غزة وفلسطين وإنما أيضا على لجئين الفلسطينيين في لبنان يعني ما هي الجهود اللبنانية التي ربما قد تقوم بها الحكومة اللبنانية في هذا الصدد برأيك بالنسبة لي يعني ما يجري ضد الأنروا يعادل خطورة ما يجري في غزة الأنروا ليست مؤسسة مهمتها بفقط إطعام الناس وتقديم الخدمات الطبية والصحية لهم الأنروا هي التجسيد الفعلي لقرار العودة 194 هي من بصقة من هذا القرار هي الشاهد الوحيد على كل الجرائم الدولي الوحيد على كل الجرائم التي تركبتها إسرائيل إسرائيل لم توفر جهدا منذ قيام هذه المؤسسة إلا وحاولت بشتى الوسائل من القضاء عليها وتفكيكها هي اليوم ترى فرصة مناسبة بعد الإدعاء بأن بعض أفراد حماس هم موظفين في الأنروا قاموا بعملية لكن الغريب أن الدول الغربية التي غضت النظر كثيرا عن مقتل 150 موظفا فلسطينيا من الأنروا وغضت النظر عن تدمير مراكز الأنروا بالقصف الإسرائيلي توقفت عندما قالته إسرائيل وغابت وتجاهلت بالكامل ما فعلته إسرائيل هذا يدل أيضا على العقلية الغربية المؤيدة لإسرائيل في هذا الجانب بالنسبة لأنروا ليس مهم المساعدات التي تقدمها في النهاية يمكن تقديم مساعدات الفلسطينيين أو ربما لا يحتاج الفلسطينيين للمساعدات لكن المهم أن تظل هذه الوكالة قائمة أن يبقى هذا الشاهد موجود بالنسبة للبنان طبعا نحن نعيش الفلسطينيون في لبنان يعيشون في ظروف صعبة وأصلا الوضع والاقتصادي في لبنان معقد للغاية وفي لبنان كان هناك مشكلة كبيرة وتسببت بكثير من المشكلات هي مشكلة أو عقدة ما يسمونه التوطين فهناك خشية من أن تؤدي هذا الاستنكاف عن مساعدة الفلسطينيين أما إلى ترحيل الفلسطينيين أو تهجيرهم وأما إلى توطينهم في الداخل اللبناني بعدما فقدوا آخر مساعد أو معيل لهم فبالتالي هذه القضية حتما مسارة في لبنان كم مثلما هي مسارة في الضفوة وفي غزة وفي أماكن أخرى لكن الأهم من ذلك كله أن تبقى الأنروا أنروا وأن تبقى قضية القرارة 194 حية لأن أكثر ما يقلق إسرائيل فعلا هو الهاجس الديمقرافي حاولت إسرائيل مرارا تحويل اللاجئين الفلسطينيين إلى المخوضية السامية للاجئين من أجل القضاء على فكرة الخطوطية اللاجئ الفلسطيني لكن هذه المحاولة أيضا يجب أن تكون مرفوضة يجب أن يظل للاجئ الفلسطيني وضعية خاصة حتى يستطيع الحفاظ على قضياته حتى يتذكر دائما أنه مهجر من أرض له ومحروم منها حتى يعود إليها يوما من الأيام هذا الحق يجب أن لا يسقط أبدا فضائع الحكومة الإسرائيلية بحق الفلسطينيين تتكشف يوما بعد يوم في المجازر التي ترتكبها بحق الفلسطينيين خاصة في غزة في عدوانها الحالي الجلسة المقبلة لمجلس الأمل هل نتوقع منها جديدا؟ لا أعتقد أن الولايات المتحدة ستتخلى عن حقها بالربيتو لكن لابد من ملاحظة بعض التغيير في الموقف الأمريكي بدليل أن هناك كان للمرة الأولى عقوبات على بعض المستوطنين الذين قاموا بانتهاكات في الضفة الغربية وربما كان يجب أن يكون هناك عقوبات على مشجعي المستوطنين على القيام بهذه المهمة التي يمع أن وزراء أساسيين يحرضون الإسرائيليين على مواصلة إجرامهم في الأراضي المحتلة طبعا لا ننتظر من الولايات المتحدة أكثر من ذلك بكثير لكن مهم أن يتظهر الفروقات بين المواقف الإسرائيلية والأمريكية لو كنا نتوقع أن نرفض مرة جديدة أي محاولة لوقف إطلاق النار في غزة ووقف كامل لإطلاق النار في غزة من الجانب الأمريكي لكن هذه المساعب الارتقاضي يجب أن تظل مستمرة إذا لم ينجح الجانب الفلسطيني في نيلها من مجلس الآمن يجب المحاولة عبر الجمعية العمومية أو أي محافل دولية أخرى طيب هناك ربما تناقض في الموقف الأمريكي من جهة تحاول توصل إلى صفقة للتبادل لغير ذلك وهي تعلم جيدا أن شرط حماس الأول هو وقف دائم شامل لإطلاق النار تحاول أن تتوصل وتتواصل مع من جانب المقاومة عن طريق دول عربية كمصر وقطر ولكنها في نفس الوقت لا تريد وقفا لإطلاق النار في مجلس الأمن كيف نفهم ذلك؟ يعني الولايات المتحدة هذه الإدارة الأمريكية محتارة بين دعمها الكامل لإسرائيل خصوصا بعد الذي حصل في إسرائيل في بعض الطوفان الأقصى وهي من جهة أخرى عينها على حلفائها الآخرين في الشرط الأوسط هي تدرك تماما أن أي محاولة لإقامة تطبيع بين مثلا المملكة العربية السعودية وإسرائيل هذا سيكون كسب كبير للجانب الديمقراطي في الانتخابات المقبلة فهي تخشى أن تذهب تفلة الأمور في غزة وتنعكس سلبا على محاولة التطبيع فهي تحاول الدمج بين الاثنين بطريقة معينة فليس فقط فيما يتعلق بالتطبيع إنما أيضا بعلاقاتها مع الدول الأخرى إنما أيضا بالخوف من أن تنفجر الأمور فعلا وتتحول إلى حرب أقليمية فمحاولتها التوفيق بكل هذه المعطيات مع بعضها البعض تجعل من موقفها محتارا ومحيرا ليس مفهوما بأي اتجاه تصير لكن الأولوية دائما بالنسبة للولايات المتحدة وبالنسبة لأي إدارة أمريكية هي أمن إسرائيل فوق كل اعتبار وعلى حساب أي شيء آخر أعود بك إلى تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي بن كفير التي هاجم فيها جو بايدن والإدارة الأمريكية وأيضا حتى تخييره لرئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين يتنياهم بين الحكومة بقائه في الحكومة وأيضا الصفقة هل ترى أن تصريحات بن كفير ستضر بالسياسة الإسرائيلية؟ هذا مجرم وسفيه وأخطر ما في الأمر أنه يمثل شريحة واسعة من الإسرائيليين وأخطر ما في الأمر أيضا أن قص من الشباب الإسرائيلي بات ينحو منح اليمين المتطرف الإسرائيلي القومي الديني بهذه الطريقة لا شك أن صورة البشعة لإسرائيل وهي أصلا كيان بشع هو ما يقوله نتنياهو وأعتقد أن ما يقوله بن كفير وأعتقد أن أفضل ما يمكن أن نتفيد منه هو أشخاص من هذه الشقطيات لكي يرى أي فلسطيني لكي يرى أي عربي خطورة هذا المشروع خطورة هذا التوجه فبالتالي هذه الصورة ربما أكيد أنها أسوأ صور الإسرائيل لكنها في النهاية هذه الإسرائيل الحقيقية أعتقد أن الإسرائيليين كلهم يفكرون أو معظمهم يفكرون مثل ما يفكر بنكبير أشكرك جزيل الشكر سيد أمين قمورية الكاتب الصحفي كنت معنا من بيروت ترجمة نانسي قنقر